مرحبا بكم في المراجعة النهائية في قناتي في اليوتيوب هذا الفيديو سوف نرى تقريبا كم القواعد التي رأيتها في الوحدة الثانية التي سوف ترى في اختبارات الفصل الثاني أبوني 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 وبرتجي مع كامل أصحابك اتبع معي سوف نرى أول شيء نبدو بها سوف نبدو بالإتس هاي تايم سوف ندير لكم كل درس نديروا عليه تطبيقات مباشرة نفهمكم البرنسبة للدرس ومباشرة نديروا عليه تطبيقات باش تفهموا الدرس ومدابية تتفعلوا معايا في الفيديو معاناها كل مثال أي ملاحظة تخيل نروحك بالإرقاء في اللايف أي الملاحظة كتبها في التعليقات وربا ما يجاوبوها عليك صحابك وكيكم الفيديو أنا راح نجاوب لكم على الأسئلة متوعكم نبدو بسم الله بون أول درس معانا اليوم هو إتس هاي تايم كيفاش راح يجيني في الباكالوريا في الباكالوريا راح يعطيني جملة بعدها يعطيني إتس هاي تايم ويدير لي النقاط صح أنا في موخي وش كاين؟ إتس هاي تايم دايما هاي للقاعدة انتاعه إتس هاي تايم وش لازم مندير كي يعطيني إتس تايم ولا إتس هاي تايم نفس الشي مباشرة لازم بعدها سبجكت مباشرة بعد السبجكت وش كاين؟ توجور دايما الوويز الفرب وين كونجوغه في الباست سيمبل دايما كيتسمع إتس هاي تايم مباشرة الفعل انتاعك وين يرح؟ باست سيمبل مكننا فيوتر لا بريزن سيمبل لا أي زمن وخد آخر إتس هاي تايم باست سيمبل لكن كان ملاحظة وش معناها إتس هاي تايم؟ إتس هاي تايم معناها لقد حان الوقت يعني هذه لازم نديروها دركة نورمال ممكن نديروها بكري وممكن نش نديروها إتس هاي تايم لازم نديروها دركة صح؟ إتس هاي تايم تبع معايا راح نقرأ الجملة تاعي تقريبا هادو أمثلة باكالوريا كامبنيز معناهم الشركات هاد بار معناها لازم ريديوز معناها ديكريز ينقص يخفض ريديوز ديكريز ينقص يخفض معناها الشركة تقال لك لازم يخفض لبريتا المواد الوريجينال جينوين كتوفا في النص معناها حاجة أوريجينال مشي كوبي مشي في الكود راح نطبق مع بعض القاعدة إتس هاي تايم واش يجي مورها؟ يجي مورها سابجكت لي هو كامبنيز راح نكتب كامبنيز كامبنيز نكتبوها بالكامبنيز كامبنيز إتس هاي تايم كتبت كامبنيز كيف نكتب مباشرة بعد السبجكت؟ لازم نكتب الفعل ونره الفعلين تاعي؟ ها ولا الفعلين تاعي ها هاي تايم واش يحصل لها؟ هاد بار راح تروح هاد بار فهم الatan طي obecن، قلائش كيف تقول لي؟ وجماعةكب المحially أغلب الأحيان 9-80% في الباكالوريا معنا تكون حابة التحول الatan بارك في 9-80% من الحالات ماذا تقول لي؟ قلائش اه عادي عادي بكل بساطة دائمًا الحاجة اللي تجي بين الـ companies بين السبجكت وبين الفعل دائمًا نحوها سواءً عندي هاد بر ولا دائمًا الحاجة اللي يجي بين سبجكت والفعل دائمًا تروح خلاص؟ تبقى معي مثال الزوجة وش أعطاني government should stop corruption government should stop corruption بعد أعطاني it's time ونك هو عندي يا إما يقولي it's time يا إما يقولي it's about time أي ما يقولي it's high time دائمًا يقولي هادو معناها الفعل انتعيوين في الباست سيمبول هاي يخدم معي يكتبها في تعليقات يكتبها في تعليقات رانيح يصروحي في اللايف اكتب في التعليقات فيديو حي يكون مسجر it's time في اليوتيوب ينسل it's time وشن هو سبجكت it's time وشن هو سبجكت government government should وش يصرع لها should تراح نروح مباشرة من الفعل انتعي وش هو الفعل stop stop في الباستمبل وش يقولي stopped it's high time government stopped corruption هيا هاذا المثال وش عطاني قالي parents think that teachers should explain for example explain the lesson ما كملتهاش هذه explain the lesson for example هاذا مثال بسيطة explain the lesson ها 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 هنه وش عطاني هنه عندي واحد الاشكالية صغيرة وشنو هي هادا عندي هادا سبجكت وعندي هادا سبجكت وعندي هادا سبجكت اسك it's about time وش نكتب وراها parents وونا نكتب وراها teachers كان اشارة صغيرة لي كان يتبع رح يفهمها وش هو السبجكت اللي مراشود السبجكت اللي مراشود هو teachers معناها هادي كومبلي رح ننحيها هادي كومبلي تتنحها ونبدأ ندير هادا سبجكت ننحي should explain نديرها في الباست simple it's about time teachers هادا ميثال تع باكالوريا جماعة عطاهم زوش تعال سبجكت أنا دايما نخير السبجكت اللي إحداها should ولا auto ولا must ولا هاد better it's about time teachers هادا ميثال اها should وش يصالها تتنحها explain دروها في الباست سنبو explain the lesson نقطة إلى السطر بكل بساطة رح تدي نقطة بكل سهولة اها وش أعطاني هنا في المثال الأخير وش قال لي it's time our authorities enact severe anti-corruption laws مهم هنا أعطاني الجملة أو جملة بي أعطاني الجملة واحدة وأعطاني بين قوسين دايما نقول لنا كم شوف it's time حفظتها كم شوف it's time من فعل تعاوين the past simple معناها رح نحي الأقوس فقط وش ندير ed بكل بساطة نحي الأقوس وخلي ودير الفعلتاك في ed ننتقل الآن لي عنده أي سؤال يخلي في تعليقات ننتقل الآن إلى الدرس الموالي قال لك تبع تفهم أنا نعلمك كيف يش تسرق لي نوت ما نعلمك كيف يش تفهم أرواح نعلمك كيف يش تسرق سهلة بزاف هنا ماذا أعطاني؟ طابله هذا معروف قبل ما تتقلق وتقول أستاذنا نعرف نحسب سيلابلز رح نعطك هذه الكلمة وقل لي شعر فيها من السيلابلز اسكو واحد زوج ثلاثة رح تقول زوج خطأ وعلى بل يبليه قلت زوج خطأ تبع تفهم هنا ماذا قال لي؟ هنا رح يعطيني مجموعة من الكلمات for example conclusion shapes pray dedication influences probable شكون one syllable one syllable please forgive me two syllable three syllables four syllables five or more كيف شانا نعرف؟ كما علاب لكم الأغلبية علاب لكم باللي رح نحسب I will count the vowels نحسب الفوايل par example هاي للكلمة نحسب شعر فيها من الفوايل العدد اللي لقيتو هذا كو العدد على السيلابلز أحسب معايا illegal illegal I will count the vowels 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 one تعال فتو حسبوا يا أخي one two three illegal illegal قيت فيها ثلاثة الفوايل معناها ثلاثة السيلابلز illegal وين نحطها؟ نحطها في ثلاثة هذه سهلة صح for example charity 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 أحسب لي فوايل كل فوايل سيلابل كل فوايل سيلابل أحسب معايا one two three جماعة ميهمنيش إذا الذاول رافلافة ولا راف الديبيو أنا نحسب لي فوايل one two three بفالة الجيني ثلاثة charity charity okay اها أنا وحو نشوف القواعد له خلين واشي قولوني القواعدة الثانية واش تقولي تقولي لي فوايل هادو لي فوايل يل تحسب فيهم إذا لقيتهم حذا بعد لي فوايل حذا بعد راح تحسبهم سيلابل واحد هادا كومبل تحسبو مرة واحدة للزوج مع بعض تحسبهم مرة واحدة لذلك، مثلاً، الكلمة اللولة هي كلمة أروح تحسب معايا إي والأ إي والأ رهن 2 فاول أسكو 2 سيلابلس؟ لا لا، ما دعم حضاء بعض نحسبهم مرة واحدة معنى هكلمة كلمة كونكلوجين شعر فيها 3 سيلابلس حسناً، صح قاعدة الثالثة، واش تقول لي؟ نزيد ونشوف تاني بس كونه هي نفسها القاعدة الثانية كلمة داريكيشن، احسب معايا، واش عندي؟ 1 2 3 لإي والأ 1 1 بلاس 1 بلاس 1 بلاس 1 4 سيلابلس 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 14 14 18 19 20 20 21 21 22 21 22 21 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 32 31 31 32 33 34 34 35 35 35 35 36 35 هنا فايل تعال القاعدة الثالثة ال-e نحسبوها ال-e ال-e لا فهنا نحسب ولا نحسبش انا المرمول ما نحسبش بش راح نشوف اسكو الحالة الخاصة وش كان قبلها كان قبلها ال بش راح وش كان قبل ال ال فايل في سيلابل 1 فايل نجول ال�ami اللي غلطت فيها في ال-e كومنتر من قلتوني شاف فيها الزوش غلطتوا فيها هاي اللي يفهم نعود نكتبلي في التعليقات كتب وكتب جماعة أنا راني نقول لكم هاد الكلمة شعال هاد الكلمة شعال وانتي الكلمة قبل ما نعطيك شعال فيها كتبها في ال-e كومنتر باش نشوفوا اسكو جيدة صح ولا لا لا هاي قولوا لي شاف شعال فيها قولوا لي شاف شعال فيها قولوا لي طلالت شعال فيها شعال فيها اي اقولوا لي probable دلناها probable احسب معايا اكتبها في تعليقات او يسكن نحسبها او لا نحسبهاش انا في الاخر في الاخر ما نحسبهاش بالصح هنا حالة خاصة راح نحسبها بس كان قبلها ال و كان قبل ال ال معناها نحسبها الكلمة هادي الكلمة هادي اللي تخلص بالـ ولا تخلص بالـ رح ندو مثال كلمة اللي تخلص بالـ شوفها عندي مثال ايش بالمثال و لا حال ال maybe الكلمة التي تخلص بالأودي لا نحسب لفوايل حتى ندير واحد الخطوة أنا أريد أن نحسب سيرابونس لا نحسب لفوايل حتى ندير واحد الخطوة كيف هي هذه الخطوة؟ نرى هذه الأودي أنا نعرف بلّي الكلمات التي تخلصوا بالأودي يدخلوا في الطابل وتع تي دي إي دي خلاص؟ كتبوا لي في التعليقات إذا ندير الطابل هذا أو لا لا تي دي إي دي صحة يدخلوا في تي دي إي دي وما ندير بهم عن تي دي إي دي هذا؟ يجب أن تعرف قبل الكلمة التي تخلصها هل ينطق تي أو ينطق دي أو ينطق إي دي؟ صح؟ وما هو الفرق؟ لا أفهمتك؟ يا أستاذ، لا أفهمتك؟ هذه الكلمة التي تخلصها تي دي أو إي دي؟ الأودي الأخير هي دي سيف د ماذا سنفعل؟ سيف دي سيف دي رح نحي الأودي ونكتب اللي لقيتها دي لقيت الأودي هدي دي خلاص؟ الأودي، الكلمة تح سيف دي لقيتها تنطق دي معناها نحي أودي ونحسب صح؟ ما زال زال زول زمن سيف دي الزمول؟ صح؟ فقط نصب لغ streر of kn breathing لو كان给我 رح Plaid حسبناها قبل مång تم حسبانا سيف دي أو إي دي، سيف دي تعطيني، خطأ edge هذا لا تصرف أصدق أين آخر? أين aí НАُره بها؟ أرضا هنا أكتب سيبح نشوفíficا في أودي تكلص بال أودي、耳 معناها لازم نعرفة عز Haw tbed وله قطب اقدار وقطب دي دائماً يجب ان نحي لـ دائماً يجب ان نحي لـ و ما نكتبها؟ نكتب اقدار مصنع كالناحية paint كل ما نقوم ب بلاستها? و في أي خانة اقدار معانا نكتب ايد تقوم بكم اخصب بي هنا هوني فاول عندي كما يتغلق كلمة اقدار في أي خانة نقوم بأيا بأنا اكتبوا لي في الكومنتر في هاد الحالة واش لازم ندير لازم نعرف اس كو اس زد ولا ازد من بعده واش ندير نحي ال اس ونعوضها اس كو نعوضها ب اس ولا نعوضها ب زد ولا نعوضها ب ازد اكتبوا في الكومنتر بلا ما تنسوا الدرجام ايه بش الفيديو يوصل كامل تلميذ اللي را هم محتاجين للمراجعة نهية وبرتاجوا مع صحابكم بيانسور بري هاو ماني سيلابولز دو يهف ان دي وورد بري بري جست وان بس كل اول ايقراج ان ام حدا بعض بري وان باش تخلاص بال اس لازم نعرف اس كو اس زد ولا ازد ها هادي الكلمة افلوينسس ازد معناها كل نحية الاس واش نكتب عفوا كل نحية الاس نكتب ازد ونحسب وان تو ثري انفلوينسس ثري سيلابولز افلوينسس ثري سايت افلوينسس افلوينس افلوينس سنرى وفي الدرس القادم تبع 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 معي الدرس افلوينسس سهلاً مهلاً بالعربية ما كنا نقوله؟ الأستاذ يشرح الدرس هذا الـ Active الجملة العادية الـ Passive ما ستقولي؟ الأول ما سنبدأ بالأستاذ سنبدأ بالمفعل به الدرس الدرس شريحة من طرف الأستاذ هذه المعلومة كاملة تعرفوها الـ Active Subject فاعل فعل مفعل به الأستاذ يشرح الدرس الـ Passive كما أردت لكم الـ Object الذي كان الأخر نرجعه هو الأول و الـ Subject الذي رأيه الأول نرجعه هو الأخر كامل تعرفوها قبل الـ Subject في الأخر نقوم بـ Buy كامل تعرفوها الفعل إمتاعي الفعل إمتاعي الـ Active Back الفعل إمتاعي دائماً نحوله الـ Passed Participle فعل إمتاعي و سوف أردت للمتاعي و سوف أردت للمتاعي و الممكن دائماً الفعل ما أعطيه هو دائماً نحاوله للـ Passed و ما قالي بـ Be أنا دائماً كنحول الفعل البـ Passed و ما نديره قبله؟ دائماً ندير To Be هذا To Be اللي نديرها أسكف الحاضر بس كنا نعرف To Be I am You are في الماضي I was في الفتر I will be في الـ Continuous Is Being أنا وش ندير؟ أسكف الـ Be اللي نديره في الحاضر لا في الماضي ولا في الباست الـ Be هذا في أي زمن تديره دائماً ديره في الزمن اللي عندك رح شوف الفعل إمتاعك شوف الفعل إمتاعك و جوة الزمن تاعه إذا زمن الفعل حاضر معناها الـ Be ديره في الحاضر إذا زمن الفعل ماضي معناها الـ Be ديره في الماضي Was ولا Where إذا الفعل إمتاعك Continuous معناها الـ Be Continuous Future معناها إلخ 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 خلاص؟ الـ Be هذا يتبع الفعل يتبع زمن الفعل أرواح أن نعلمك لزاستوس كيفاش تلقى الـ Be في جميع الأزمينة To Be في جميع الأزمينة كيفاش ما تغلطش في هذا التمرين أراني هنا تقريباً أعطيكم كامل الحالات اللي قادر جيكم في الـ Be ونكركز معي هنا وش أعطاني؟ مثال الأول The judge accused the criminal خلاص؟ The judge accused the criminal هنا يا شوف هنا يا The judge accused the criminal دائماً أنا دائماً راح نقوم كادر الفعل باش متل فليش الفعل أول حاجة أسكر الفعل اللي نتاعي راهوا Past Present Future الفعل اللي نتاعي راهوا Past معناها الـ Be اللي نديرو نديرو في الـ Past وشنو هو في الـ Past Was ولا Where مدام عندي criminal أنا وش ندير Was الخطوة الزوجة دائماً بعد الـ Be هي الفعل اللي نتاعك الفعل اللي نتاعك بعد الـ Be راح تديروه في الباست دائماً 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 تديروه في الماضي هو راهو دائماً في الماضي ما أنا أعاود كتبه برك ها راح نكتبه بالفار راح نكتب بالفار دائماً بعد الفعل في الباست دائماً 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 وش نكتب باي باي وفي الأخير نكتب الـ Subject اللي هو الـ Judge سهلاً مهلاً أول حاجة نتاعك الـ Be من بعدها تشوف الفعل انتاعك دائماً تحول الباست نبعدها تدير باي صح الـ Be هنا كان فيها كان فيها كلمة وحدة علش؟ بس كل فعل الفعل فيه كلمة وحدة ما دائماً الفعل فيه كلمة وحدة الـ Be فيها كلمة وحدة خلاص؟ أروح نشوفه في نفس الحالة الفعل هنا شعار فيه من كلمة كلمة وحدة معناها الـ Be شعرح يكون فيها كلمة وحدة أول حاجة سأخصي روحك ما هو الثانس؟ ما هو الزمن الفعل انتاعك؟ اناكت 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 هذا الزمن هو الـ معناها الـ To be اللي نديره يلازم يكون في الـ ما هو الـ To be في الـ مباشرة بعد الـ To be الفعل انتاعي في الباست واش هو الباستة إن شوال الباسطة معنى هنقوله معنى هنقول هاي هركز معي صح خلصت دايما كنخلص الفعل في الباسطة مباشرة باي هاي اهه ركز معي ملاح مباشرة 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 اعود ارجع معي الامثيلة الفعل كان فيه من كلمة كلمة وحدة وهنا شعل كان فيه الفعل من كلمة كلمة وحدة هاد الفعل شعره فيه من كلمة فيه زوش كلمات وش معناها الفعل في زوش كلمات؟ معناها البي رح يكون عندي فيزوش خانات عاود الفعل فيه كلمة معناها البي فيه كلمة وحدة الفعل فيه زوش كلمات معناها البي رح يدي لي زوش خانات وشنو هما هاد زوش خانات؟ دايما دايما الخانة اللولة هي الكلمة اللولة تعالفعل فعل فيه كلمة لولة الفعل فيه كلمة اللولة وكلمة الزوجة دايما الخانة اللولة هي الكلمة اللولة تعالفعل معناها وش تقولي؟ هنا والخانة الزوجة دايما نكتب بي خلاص؟ دايما نكتب بي صح؟ لو كان عندي يا أستد will purchase فعل فيه كلمتين وش نكتب في الخانتين؟ will be لو كان عندي must purchase وش نكتب في الخانتين؟ must be لو كان عندي can purchase وش نكتب في الخانتين؟ can be خلاص؟ خليني بركنا نمحي هذه ونعاودها بسكو شوية مخلطة مشين شوية مخلطة شوية ضيقة خليني بركنا محي منعاود وقلنا فعل فيه خانتين to be فيه فعل فيه كلمتين معناها to be رح تكون فيه خانتين خانة اللولة دايما نكلمة اللولة وخانة الزوجة دايما بي خانة الزوجة دايما نكتب بي خلاص؟ كملت مع to be كملت مع to be واش ندير؟ مور to be واش ندير؟ ندير الفعل انتاعي في الماضي ونرى هو الفعل انتاعي الرئيسي؟ دايما هدا هو الفعل الرئيسي زاوش؟ ديرها في الماضي واش يقول لي؟ purchased جماعة اللي مفهم شوية هذا النقطة يعاود رجع الفيديو يعاود رجع الفيديو دقيقة برك دايما ندير فعل في الماضي واش ندير مورة؟ دايما واش ندير مورة؟ باي باي صح؟ باي ونكتب الكلمة اللولة عندي باي كونسيومرز نقطة واضح هاي ركز معي هنا واش عندي؟ سقصي روحك هادي الفعل في الكلمة ولا زوش؟ الفعل في زوش كلمات يا أستاذ؟ معناها البي رح يدي خانة واحدة ولا زوش؟ رح يدي خانة واحدة امه ولا قبل من نديروا خانة واحدة ولا زوش؟ نديروا الفعل في الماضي واش هو الفعل في الماضي؟ بانيشت بانيشت بانيشين يقولي با نيشت خلاص؟ البي اللي هو ها ولا البي يدي خانة واحدة ولا زوش؟ مدام الفعل في زوش كلمات معناها رح يدي زوش خانات واحدة زوج وشنو هي الخانة اللولة؟ دايمن هي الكلمة اللولة خانة اللولة هي الكلمة اللولة تعال الفعل قلنا الفعل في زوج كلمة زوج خانة خانة اللولة هي الكلمة اللولة معناها وشنو كتبنا؟ خانة الزوجة وشنو هي؟ دايمن بي دايمن خانة الزوجة كتب بي صحة البي iende البي هذي أذكر راح تتصرف hee hee لا لا كي تكون البي خانة الزوجة وليس هي ما تتصرف quaisي مصرح لها ركز معي منح ما سيصر Several قال الخانة اللولى حبتها الكلمة اللولى حبتها حال في الخانة اللولى واكتبت بي في الخانة الزوجة راح نروح للكلمة الزوجة وترى وأنرى وحش عندها مختلفة وش هي الحاجة الزيادة اللي غيرها في الفعل هنا ing معناها وش نزيد للبيئة نزيد لها ing وش تقول لي corrupt officials are being punished صحة أستاذ البي هادي علمزة لهاش اودي البي هادي علمزة لهاش ing هادي البي علمزة لهاش ing اسكل فعل الكلمة الزوجة على الفعل هادي الفعل وش فيه حاجة زيادة ما فيه والو زيادة معناها البي ما نزيد لها والو هادي الفعل الكلمة الزوجة شعال فيه من كلمة الفعل فيه ing معناها البي وش نزيد لها ing daemon daemon البي كتكون خانة الزوجة نزيد لها وش كاين في الفعل الزوج هادي أستوس لما يعرفش يلقى to be في future يلقى to be في model verbs يلقى to be في continues هذا ما يدير برك الزيادة اللي يلقاها في الكلمة الزوجة يزيدها في البي انتاعه ما يلقى والو زيادة في الكلمة الزوجة البي وش يدير ما يزيد له والو تبع معايا هنا هادي حالة خاصة جماعة هادي حالة خاصة شو وش راح ندير راح ندير من الفعل انتاعي نديره في الباست organized في الباست organized وين؟ في الباست اه punished by authorities they had organized a nice part صحيح حولت الفعل في الماضي كما دايما ندير البي اسكوا راح يدي خانة ولا زوج البي راح يديزوش خانات معناها لانه الفعل في زوج كلمات البي راح يديزوش خانات دايما الخانة الاولَه باش نعمرها نعمرها بالكلمة الأولى خانة الاولى نعمرها بالكلمة الأولى وش نكتب هاذ الخانة الزوجة دايما وش ندير؟ Bike Conran Grossidingen الخانة الزوجة دايما وش نكتب؟ B اه في هاد الحالة هدي حالة خاصة دايما كي تكون عندك الكلمة الأولى اللي تحبطها هي to have دايما البي واش تزيد لها ما نصرفهاش واش نزيد لها دايما نزيد لها الأعقام هذي حالة خاصة ما تدخلش في الفلسطوس اللي عطتها لكم حالة خاصة ما تدخلش في الفلسطوس خلاص? دايما نعود نكرر قولنا كيكون عندي زوش كلمة في الفعل الكلمة الأولى هي to have to have ولا has ولا had دايما البي واش نزيد لها نزيد لها اوان نزيد لها اوان دايما خلاص? هذا كان الاكتف باسيف ويس اه كتبوا لي في الكومنتر اي سؤال عندكم في هذا الدرس باش نجاوبكم عليه قبل ما تدخلوا للاختبارات غدا حول الاكتف باسيف ويس محاولة اي درس راكم تتسألوا عليه شوفوا مشي الفيديو القادم رح ندخلوا في الدرس اللي روجي نديروا عليه تمامين نكملوا دونك الدرس انتعنا اللي هو providing that هذا الدرس وهذا الجمل كانت حاضرة بقوة في البكالورية السابقة وهي سهلة بزيف سهلة 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 شوف هنا اعطاني جملتين شوف اعطاني جملة اولى جملة ثانية وقال لي وهذا اعطاني جميلة ايضا منك تسمع اذا اذا مباشرة عقلك وان يروح شرط اذا تقرأ تنجح اذا تحتافل بالصنجور كتبه لكم انتعر اذا 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 تصرى هذه سوف تصرى هذه اذا ما تصرى هذه ما رحش تصرى هذه شوف تبع معي المثال البسيط هذا من الموضوع الشديد هم سيقول بالشكل ؟ يو سكسيد يو سكسيد يو سكسيد صح هنا؟ قال لي إذا يجب أن تعرف إذا قادر لتأتي في الولى تقوم بالكامل و في الوسط ولكن إذا قال لي الإذا أكتب بياته في التومات تساعد اشعار في وصلك كل شيء من الفيديوهات هيا إِف وين تأتي الإف هنا تأتي من الأولى إِف تأتي من الأولى وش تتحدث إف يو ستادي حول يو دائماً كنت أدر الإف في الأولى دائماً الجملة الزوجة هي الولى جملة الزوجة هي الولى دعوه أني أحبك أراني 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 انخدم بالطبي سيريت يو الويل الويل الجملة الزوجة وين نضع الويل؟ وين نضع الويل؟ وين نضع الويل؟ وين إذا؟ إذا في الوسط إذا نضع الويل دائماً إذا إذا الويل الويل يأتي في الويل يو يويل يويل سكسيد خلاص؟ يويل سكسيد قاعدة سهلة جداً لازم تعرف بلسطة الاف إذا تقرأ تنجح؟ ولا تقرأ إذا تنجح؟ لا لا إذا في الويل دائماً إذا في الويل معنى هذه الجملة الفعلي تاعك مدل الويل إذا كان ودايماً إذا إذا في الويل معنى الويل ستجي في الزوجة إذا الإف في الزوجة في الوسط معنى الويل معنى الويل في اللولة دائماً الويل ما يتلاقوش؟ دائماً قلنا الجملة تاع الويل دائماً ما تكون؟ تكون سهلة عقلة مهلة لو كان عندي شيء إت نزيد الأس لأن هذا هو تصريف الحاضر هذا هو أكمل مية J et مية so long يتمشوا بنفس المنطق قادر وإذا يجوا في الويل قادر يجوا في الوسط قادر يجي في الويل قادر يجي في الوسط إذا جيت المية معنى هذه الجملة حاضر الجملة الزوجة مية إذا جيت المية نعتي مية مية هذا الجملة الحاضر للجملة الأخرى الأولى سهلة سهلة مركزين معايا هدو كامل أمثلة اللي راكم تشوفوا فيهم أمثلة باكالوريا باكسون تيفيك دو ميل وفينتين باكسون تيفيك دو ميل وفينتين كامل أمثلة باكالوريا حلوا معايا مثال بمثال حاولوا قبل من حلوا المثال تكتبه في التعليقات هاي تفاعلوا جماعة تفاعلوك شغرك في لايف تعزون تفاعل اكتب بحل ورقة وستيله شارك مع أصحابك هاي تفاعلوا معه بش يوصل للكامرا بسكو على بالي بللي بزاف راو مخصهم المراجع النهائية صح قال لي الفان لي سيبورتير هاف تراست what does it mean trust ثقة أنا أثق فيكم المشجعين عندهم ثقة في السبور سبور نظيف سبور نظيف معنها ما فيش الغش سبور نظيف معنها ما فيش الرشوة سبور نظيف معنها ما فيش الفاسل صح أسكن قولوا خلينا نعتبر هي خلينا نعتبر هادو كامل إذا أسكن قولوا إذا المشجعين عندهم ثقة سبور رح يكون نظيف ولا نقولوا إذا السبور نظيف معنها as long as في الوسط إذا السبور نظيف المشجعين رح يكون عندهم ثقة المشجعين رح يغض 행را اسعدة الى المشجعين وما لا نعرف حين كثيرا نعرف المشجعين لعرفة المشجعين ونكتب بالجملة الزوجة ليحدة as long as فالحاضر as long as sport is clean. نقطة. جملة الزوجة وش عطاني. government of countries cooperate. governments of countries eradicate money lundering. اها هنا يا شوف. وش معنها eradicate? eradicate معنها يقضي على. eradicate يقضي على. مش يحارب لا يقضي يعني خلاص. اتعاون. قال لك الحكومات. government. انا غالط هنا عندي الاس. الحكومات على الدول تتعاون. الحكومات على الدول تقضي على الفاسد. الى وين تجي? اسكوا نقولوا. ندروها في اللولة نقولوا. اذا الحكومة تتعاون راح تقضي? ولا الحكومة راح تتعاون اذا تقضي على غصي الأموال. لا لا. دوقين نجي? في اللولة. جيد. وما داب رفايد الدات في اللول. معنى الفيوتور. وين؟ في الجملة الزوجة. رفايد الدات. ونكتب الجملة اللولة. كيف هي؟ ندير فاصلة. والجملة الزوجة شو ندير لها؟ الويل. government. اه. تولي. well eradicate. well eradicate. well eradicate. money laundering. جماعة. هذا الفيديو الثالث عن المراجعة نهيئية. بمعنى. افوا. راني حطزوش فيديوهات. حلين فيهم نصوص الباكالورية. وعطيتكم منهجية حل النصوص. حل أسئلة النص. طونك دايما نعطي ذات في اللولة. معنى هو. well. رفايد الدات في الزوجة. هنا ماذا قال لي؟ اكتفت تعليقات. هنا قال لي. للزوج في الجملة. للزوج أعطاني فيهم well. جملة للزوج أعطاني فيهم well. قال لي. children will develop their personalities. children will mix with others. معنى هو خدمتي راح نحي well تعوحدة. خدمتي يا إما نحي well هذه. يا إما نحي well هذه. إذا كنت تعطي ذات في اللولة. ما هو نحي? نحي well هذه. وإذا كنت تعطي ذات في الزوجة. نحي. هذه well. خلاص؟ هاي. إذا. الأطفال يطوروا الشخصيتهم. الأطفال يختالتوا مع الآخرين. نسكن قولوا. إذا الأطفال يختالتوا. خلاص؟ تجي في الوسط. إذا الأطفال يختالتوا. يطوروا. ولا إذا الأطفال يطوروا. إذا أخذوا شخصيتهم سيختالطوا لا لا إذا يختالطوا هذا هو الشر مدام تتعطي هذا تأتي هنا معناها الأول لازم تكون هنا معناها الأول هذه ناحية خلاص؟ الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة هذه سأجلبها لكم في تعليقات و بإذن الله سأصحح لكم كامل تعليقات منتبعكم إذا لديكم أي سؤال مرحبا بكم و فولو مي على انستغرام سأدور دورات في جميع الولايات الجنوب اشتركوا في الانستغرام باش نعطيكم كامل المدارس مرحبا بكم كامل تلاميذ اعزاء بالتوفيق ان شاء الله في الاختبارات